أنظار كل السوريين تتجه اليوم إلى معارك تدور في إدلب أهم ما تبقى للمعارضة في سوريا إدلب التي تؤوي بالإضافة إلى أهلها كل مهجري حلب، الرقة، دير الزور، وحمص، ومضايا، والزبداني، والقنيترة حتى نزحين من جرود عرسال وتعد أيضا أكبر مكان لإيواء الفصائل المسلحة منها الجهادية أيضا طبعا هذه هي إدلب التي تم الاتفاق بين تركيا وروسيا وإيران على أن تكون منطقة خفض تصعيد وهي المنطقة الرابعة حسب هذا الاتفاق هذه المرسومة باللون الأخضر والاتفاق يقضي برسم حدود مؤقتة تنشر فيها نقاط مراقبة للجيش التركي على هذه الحدود حيث ترون هذا اللون الأخضر لكن الأسبوع الأخير شهد تطورات لافتة بقدوم قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له واستعادة ألف كيلو متر من هذه المساحة الضيقة كلها قرى مأهولة بالسكان ألف كيلو متر مربعة ننتقل إلى الخريطة الثانية التي تقربنا إلى أترون هذا الخط الحديدي؟ إنه خط حلب دمشق خرائط أسيتانة تقول غربه يكون للمعارضة وشرقه للنظام الآن قوات النظام تجاوزت هذا الخط بحوالي سبعة كيلو مترات بحيث تؤمنه ويمكنها استخدامه لاحقاً هي تتقدم بسرعة نحو هذه القاعدة الجوية العسكرية مطار أبو ظهور الطبيعة السهلية للمنطقة لا تسمح للمعارضة سورية بالتمسك بالأرض خوفاً من أن يلتف عليها القوات النظامية وتصبح محاصرة في بقعة صغيرة يجهز عليها فأجرت على ما يبدو أنه انسحاب تكتيكي بدأت بالهجمات ثم المعاكسة من كل هذه الأطراف التي ترونها استعادت في هذه الهجمات المعاكسة خمس عشرة قرية الناس يتساءلون أين هي نقاط الجيش التركي التي من المفترض أن تكون في كل هذه المنطقة لتمنع التماس ببساطة الجواب أنها لن تكن موجودة في 12 نقطة حول إدلم رفضت الفصائل دخولها إليها لكن أهم شيء بالنسبة لتركيا كان أن تنشر نقاط مراقبتها العسكرية حول عفرين هذه المدينة الكردية لتمنع وصل هذا الكنتون الكردي الذي ترونه ملونا بالأصفر فقط هذا هو كان هم تركيا لمنع إنشاء دويلة كردية ناشطون يخشون الآن من مقايضة إدلب وسماح التركية بالدخول إلى عفرين ويقولون إن هذا حصل عندما قايضت حلب على البار الخارجية التركية استدعت سفراء روسيا وإيران في أنقرة وأبلغتهم احتجاجها وطلبت منهم تبليغ النظام السوري أنه يجب عليه إنهاء هذه الخروقات قبل التوجه إلى جولة المفاوضات المقبلة في منتجع سوتي الروسي في نهاية الشهر الحالي أما الخارجية الفرنسية فأصدرت بيانا قالت فيه تدين فرنسا القصف المكثف الذي نفذه سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد وحلفائه في منطقة إدلب واستهداف عدد من المستشفيات وأضافت أن الاستهداف المتعمد للمراكز الطبية يمثل انتهاكا للقانون الدولي رد الحكومة السورية لم يتأخر عبر مصدر في خارجيتها تقول سوريا تستهجن تبني الخارجية الفرنسية ادعاءات تنظيم جبهة النصر الإرهابي وتنفي نفيا قاطعا أي استهداف للمشافي والمدنيين في إدلب وتضيف ندعو فرنسا إلى اتخاذ مواقف واضحة إزاء الإرهاب واعتماد مقاربة جديدة تنسجم والنهج الديغولي الاستقلالي معظم السوريين المؤيدين والمعارضين للنظام تابعوا أخبار المعارك من خلال ما ينشر على فيسبوك وتويتر التغريدة الأولى التي سنتوقف عندها لصحفية معارضة من إدلب هو أحمد موفق زيدان يقول الميليشيات الطائفية وقعت بكمين بريفي إدلب وحما ربما الأضخم في تاريخ الحروب وسط سقوط مئات من القتلى والجرحى والأسرة منذ الأمس هذه المعارك والعمليات العسكرية أدت إلى نزوح العشرات عشرات الآلاف من المدنيين إلى القرى المجاورة والمدينة نفسها مدينة إدلب أعني وثقت الأمم المتحدة في تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نزوح نحو مئة ألف شخص في الفترة الممتدة فقط بين الأول من كانون الأول ديسمبر حتى التاسع من الشهر الحالي الذي نحن فيه إلى أين ينزحون هؤلاء؟ ينزحون إلى مدينة إدلب ينزحون نحو الشمال إلى الحدود التركية السورية بهدف أملا في أن تسمح لهم تركيا بالدخول إلى أراضيها عن الحانات الإنسانية أيضا غرّد الآلاف منهم هذا الناشط السوري الذي يسمي نفسه أبو الهدى الحمصي يقول نعم نستطيع أن نصرخ في وجه هذا النظام هذا العالم ونقول تحرك من أجل ذلك المسن الذي يكاد أن يفارق الحياة بسبب البرد القارس أنقذ نازحي إدلب وأدرج هذه الصورة لمسن ربما يحاول البعض حمله ومساعدته في أحد المخيمات ينضب إليه عبر خدمة سكايب من إدلب الناشط الأعلامي عبيدة الأحمد عبيدة مرحبا بك أين يتموضع النازحون الآن؟ أين ينامون؟ أين يتجهون؟ أين يتجمعون؟ مرحبا بك أحمد وبالسادة المشاهدين في الحقيقة وصلت أحداد النازحين إلى أكثر من مئة ألف نازح بكثير باعتبار أن حركات النزوح ما زالت مستمرة تمتد خيام النازحين على طور الطريق الواصل بين سراقب وتفتناز على ضفتي الطريق وبينها تفتناز وباب الهواء حيث يقيمون مخيمات صغيرة وتجمعات صغيرة على جانبي الطرق بأوضاع إنسانية مأساوية وخاصة ونحن في فصل الشتاء كما وصل بعض هؤلاء النازحين إلى المخيمات الحدودية مع العلم بأن الإحصاء لا زال مستمرا ليشمل كافة المناطق وخاصة مع اشتداد واستمرار حركات النزوح في هذه الأيام حركات النزوح الكثيفة طبعا كما توجد إحصائيات تقول بأن النازحين الذين وصلوا إلى جبل الزاوية من ريفي حما وأدلب وصل إلى أكثر من 1500 عائلة متوزع بين قراء جبل الزاوية والكثير من هؤلاء يفترش الأرض في العراء كما فهمت أن النازحين ربما يركبون سياراتهم يركبون شاحنات جيرانهم يتجهون إلى أقرب نقطة إلى الحدود التركية هل هناك أمل بأن تفتح تركيا أبوابها لدخولهم إلى أراضيها ومخيماتها هل أنشأت لهم مخيمات ربما احتياطية؟ في الحقيقة ليس هناك مؤشرات إلى الآن خاصة بأن أكثر النازحين لم يصل إلى المناطق الحدودية بل كما أخبرتك للتو في مناطق جبل الزاوية وفي إدلب المدينة في المحرر بشكل عام والكثير من هؤلاء النازحين يوجدون على ضفاف الطرق طرق شوارع رئيسية أشكرك من ريف إدلب كنت معي الناشط الإعلامي عبيدة الأحمد شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر